وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 472 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 156 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال الاستلاء على السلع المدومة تمو ضبط أكثر من 6 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تمو ضبط قرابة 150 طن أما في مجال قضايا المخابز تمو ضبط 722 قضية من بينها 44 قضية خبز ناقص الوزن و 46 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط قرابة 6 أطنان أقماح محلية